السلام عليكم مرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العنوين البوليساريو تفجر وترفع التحدي في وجه الجميع في ذكرة اسيسيا اعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية عن وضع الطموح العسكري على رأسها اولوياتها خلال المرحلة المقبلة وبمناسبة ما تسميه الجبهة الانفصالية باليوم الوطني الذي تحشفل به نهاية هذا الاسبوع اعلنت الجبهة انها تضع على رأسها اولوياتها بناء قوى عسكرية مهابة الجانب في المنطقة بجاهزيتها البشرية والمادية دات الاستراتيجية الهجومية المتميزة وان الطموح العسكري الذي عبرت عنه الجبهة الانفصالية يأتي تزامنا مع تخليدها للذكرى التأسيس للمرة التانية على التوالي داخل المخيمات تندوف بعيدا عن المنطقة العازلة التي اصبحت منطقة محرمة عليها منذ اتخاذ المغرب القرار الرد بحزم على كل تجاوزات التي يمكن ان تمثل منطقة العازلة وذلك عقب تحريره للمعبر القرقارات وقلبت عملية تحرير معبر القرقارات الموازن في المنطقة وحدث من تجاوزات الانفصالية على طول شريط الامن العازل في استحراء المغربية ومنذ فرض طوق الامن بالتدخل العسكري مع عدد جبهات البوليسار والانفصالية قادرة على التحرك بعدتها المسلحة ونقل قيادتها داخل المنطقة العازلة بشكل نهائي اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة